على الصعيد ذاته أحيت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الحج المسيحي في موقع معمودية السيد المسيح على ضفاف نهر الأردن الشرقية والغربية كما احتفلت الكنيسة الأرمانية الأرثوذكسية بقداس احتفالي في كنيسة القديس جارابت في المغطس بمناسبة تذكار عيد الظهور الإلهي إلى المزيد أحيت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الحج المسيحي في موقع معمودية السيد المسيح المغطس على ضفاف نهر الأردن الشرقية حيث ترأس الصلاة قدس القمص أنطوني الصبحي بمعاونة القسم خائل ثابت ومشاركة شمامسة وأبناء الكنيسة في الأردن حيث ترأس الصلاة على الضفة الغربية سيادة المطران أنطونيوس مطران الكرسي الأرشاليمي للأقباط الأرثوذكس وعدد من الرهبان وأبناء الكنيسة وتبادل كلا الطرفين الألحان القبطية الشجية التي تمجد السيد المسيح والقديس يحنى المعمدان في أجواء ملؤها الفرحة والبهجة وفي كلمة روحية للقمص أنطونيوس لنورسات شكر خلالها رعاية سيادة المطران على حضوره الدائم والمشاركة البهية في موقع معمودية السيد المسيح وتأمل قدسه بحادثة الظهور الإلهي حيث اجتمع الثالوث المقدس في هذا الموقع المقدس الذي يمنحنا القوة والبركة في كل عام عند زيارته وأعرب قدسه عن فخره واعتزازه في تأمين كافة سبل الراحة للحجاج الأقباط على الأرض الأردنية خاتما بشكره جلالة قائد البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين وهيئة موقع المقدس وكافة الأجهزة الأمنية على جهودهم المبدولة في حفظ ورعاية هذا الموقع اليوم أتينا هنا لنحتفل بعيد الغطاص المجيد أو عيد الثيء وفاني عيد الظهور الإلهي لأن هنا ثلاثة أقانيم ظهروا في النار نشكر الله رعية كنيستنا القبطية إجي حوالي 400 شخص اشتركنا في الصلاة من الضفتنا هنا الشرقية البركة مع نيافة المطران المطران المكرم الأنبى أنطونيوس اللي قاتى من الضفة الغربية قاتى من القدس إلى هنا مع مجموعة من الرهبان والرهبات والشعب والقبطي من القدس قاتوا هون واشتركنا في الصلاة مع سواء إحنا وهم يعني منعوا قدنا المحتاج عمدني أنت بالغطاص العالم عم بيتعجب على المحطات الفضائية لما بيشوفوا كيف اهتمام الدولة هنا بهذا العيد والترتيبات اللي إحنا صلنا شهر فيه ترتيبات مع القيادات الأمنية اجتماعات هنا أكم من مرة وهدول رجال جلالة سيدنا الأشاوس اللي بيصهروا دايما وإحنا بنرتاح فكل عام وأنتم بألف خير والأردن بألف ألف خير والله يديهم بركات هذا النهر اللي تعمت فيه السيد المسيح وبرضو لا يفوتني أن أنا أقدم الشكر الجزيل لقناة نورسات الأردن وعلى رأس كل العاملين فيها الدكتورة باسمة السمعان على اهتمامكم وتغطية كل نشاطات الكنيسة سواء الروحية أو الاجتماعية ما بتقصر يعني شكراً لكم وإن شاء الله نورسات تكون على الدوام تكون قناة فاعلة مؤثرة لكل بلدان العالم ويعطيكم ألف عفو وإن شاء الله نورسات تكون على الدوام ترجمة نانسي قنقر واختفلت الكنيسة الأرمانية الأرثوذفسية بقداس احتفالي في كنيسة القديس جرابت في موقع معمودية السيد المسيح المختص بمناسبة تذكار عيد الظهور الإلهي ترأسه قدس الأرشمندريد أبيدس أبرجيان بحضور عدد من أبناء الرعية الأرمانية ومن ثم توجه المؤمنون للضفة الشرقية لنهر الأردن ليلتقوا بغبطة البطريارك نورهان منوكيان ومطران القدس والأردن سيفان غربيان وعدد من الرهباني والشمامسة وأبناء الكنيسة الأرمانية من الضفة الغربية حيث احتفل الجميع بحسب التقويم الأرمني بعيد الميلاد والغطاص بألحان أرمانية مميزة اليوم الأرمان فرحنين أجي من الأدس قبطة البطريارك نورهان منوكيان والمطارني والخوارني وجماعة الأرمان أكثر من 300 شخص كانوا موجودين بالنهر ونحن مع بعض احتفلنا وشكرنا لألنا ربنا لأنه أعطانا حياة ونفرح دائما يعطينا سلام ومحبة للبلدنا العزيز هون بهذه المناسبة نتذكر جلالة الملك الحبيب عبدالله الثاني بن حسين المعظم حفظ الله أنه الله يعطي صحة يقود بلدنا إلى المستقبل منورة ويعطينا صحة أنه يحفظ على بلدنا بالإيمانة وبالسلام جرت العادة أنه تتجمع عداد كبيرة من المؤمنين من الطرفين من الأردن ومن فلسطين للاحتفال مع بعض بهذه المناسبات المقدسة نشكر الله هاي العهد لأنه أصل الموقع عميته هو موقع ما هذا السيد المسيح هو الحج فهذا مبدأنا إعادة ما تم من قبل السيد المسيح يحن المعمدان وإعادة الحياة الروحية لهذا المكان ووجود رجال الدين من كافة الطوائف فأهله وسهله في الجميع وإن شاء الله كنا قادرين نخدمهم بالطريقة الجيدة وهون لابد لابد أشكر جهود الأجهزة الأمية كافة لأنه في جهود قد يلاحظها البعض في جهود مخفية لكن بدونهم ما تم الاحتفالات تمت بكل سلاسة وأمان لأنه واجب الأجهزة الأمنية دائمة زي ما قلوا هو حماية المواطن الأردني فنرفع رأسنا فيهم أهلا وسهلا فيكم بموقع المختص زي كل سنة بتنمرونا نور ساعد ترجمة نانسي قنقر